اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وعدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة ومش بس الخريجين الحقيقة وأيضاً أبنائنا الموجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية ومهم أيضاً أننا أذكر أننا دايماً لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم وعايز أقولكم أننا كلنا في الدنيا اللي ناس بتيجي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها إلا الشهيد وتفضل ذكراء عاطرة لما قدموا من تضحيات من أجل وطنه وأنا عايز أقولكم أنا شايف الأسر موجودة هنا وأنا حرست على أن دايماً في كل الحفلات بتاعت يعني الشرطة والجيش أن يبقى نسبة من أسر الشهداء تبقى حضرة معنا أولاً تقديراً واعتزازاً بهم وامتناناً لما قدموه لنا وفي اليوم اللي احنا بنوعود فيه ده بقولهم أو اللي احنا موجودين فيه النهاردة يعني احنا يقلمنا يقلمنا جداً السقوط كل شهيد أو أي شهيد في مصر سواء كان من الجيش أو من الشرطة أو حتى من المواطنين العاديين ولكن عزقنا كلنا مش عزقكم انتم عزقنا كلنا أن ده كان تمن تمن مش بسيط عشان الوطن ده اللي فيه النهاردة 105 مليون يبقى عايش بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات شهداء مصر اللي قدموهم أسر مصر وكل مرة بقولي الكلام دوت عشان أذكر نفسي وذكر كل الشعب المصري بالتضحية الكبيرة ديت ما فيش أغلى من النفس ما فيش عند أي أسرة مصرية أغلى من هي تقدم أبنائها من أجل مصر تمن عظيم بس كمان من أجل وطن عظيم من أجل وطن عظيم فمن فضلكم كل التحية لكم كل التقدير لكم وذكرى عاطرة في الدنيا إن شاء الله وفي الآخرة إن شاء الله لأبنائنا الخارجين بقول لهم بتنالكم التوفيق بهنيكم بدأت مهمتكم بعد تخرجكم وبعد ما تحصلتم على ما يلزم من تدريب وعلوم تؤهلكم لأداء مهمتكم بشكل مناسب وبشكل يعني يسعدنا كلنا زي ما انتم شفتم كده وزي ما بقول إن احنا النهاردة بنخرج طلبة وطالبات بنخرجي الليسانس معهم الدبلوم والماجستير وده معناه أي معناه إن احنا بنطور في أداء ومستوى التأهيل العلمي بالإضافة طبعا للتأهيل البدن اللي بيتم المهم إن انتم هتتعاملوا مع مع مواطني مصر سواء المواطنين اللي هم المواطنين العادين أو حتى المواطنين اللي بيخرجوا عن السياق مهم جدا جدا إن احنا نلتزم وننفذ ونحترم دولة القانون والمعايير اللي انتم تعلمتوها هنا في الكلية مع كل الناس وفي النهاية في قانون بيحكمنا جميعا بتمنى لكم توفيق وربنا يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا